السلام عليكم معكم علي اهلا و سهلا بكم من درس جديد اذا كنتم للمرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الاصدقاء لتعمل فائدة ويستفيد اكبر قدر ممكن من الاصدقاء اتكلم في هذا الفيديو كيف اشكل سؤال في زمن البرزنت سيمبل زمن المضارع البسيط او زمن الحاضر البسيط كيف اشكل سؤال كيف اجيب على السؤال في زمن المضارع البسيط ومتى استخدم الفعل المساعد دو متى استخدم داز تابع معينة الفيديو هناك الكثير من الملاحظات على استخدام دو و داز كيف اترجمهم وكيف اجيب على السؤال وفي نهاية الفيديو لدينا تدريبات كيف اشكل سؤال في زمن المضارع البسيط لدينا هذه الجمل they drink water يشربون الماء babies drink water يشرب الاطفال الماء he drinks water يشربوا الماء او هو يشرب الماء اللاحظ جميع هذه الجمل بزمن present simple المضارع البسيط كيف عرفت يا استاذ من الفعل اللاحظ drink يشرب بتصرف الاول الماض منه drank والتصرف الثالث او الشكل الثالث الفعل drunk يعني عندنا i au الفعل جميعها اللاحظ بالشكل الاول لكن اللاحظ هنا ضفنا s تكلمنا في فيديو سابق اللحي برجع عليه نسميها اسم مفرد الغاب نضيفها اذا كان الفعل he او she او اسم مفرد نضيف s للفعل فقط في زمن المضارع البسيط هذه ليست اس جمع هذه اس المفرد الغاب نضيفه فقط في زمن present simple نريد ان نشكل سؤال they drink water هم يشربون الماء شخص يقول سهل يا استاذ فقط نضع drink في الاول تصبح drink they water وعلى امتصفها وهذا خطأ يا استاذ يعني فقط يضع drink او الفعل في بداية الجملة وهذا خطأ في زمن present simple زمن المضارع البسيط نحتاج الى فعل مساعد اذا نحتاج الى فعل مساعد نحتاج الى do او does لازم لتشكيل السؤال يكون لدينا في بداية الجملة do او does على حسب الفاعل لانه هذا الطريقة انه اضع الفعل في بداية الجملة خاطئة اذا نحتاج do او does نضعه في بداية الجملة ونترجم do هل ونترجم does هل يقول شخص متى نستخدم do ومتى نستخدم does اذا كان في بداية الجملة جمع يعني اسم جمع او احد الضمائر هذه i we you they a بهذا الحال نستخدم do اذا كان بداية الجملة اسم مفرد singular او احد ضمار شخص الثالث هي شيئة عندها اذا نستخدم does اذا نحتاج do او does في بداية الجملة وفقط do وdoes في زمن present simple باقي الازمنا لا نستخدم do وdoes وانترجم كما قلنا ب هل شخص يقول لماذا سميناهم helping verb اذا نسميهم helping verbs افعال مساعدة لماذا لانه ساعدتنا ساعدتنا على تشكيل السؤال اذا ساعدتنا على تشكيل السؤال في زمن المضارع البسيط او الحاضر البسيط مثلا الجملة الاولى they drink water هم يشربون الماء وريد ان اشكل السؤال كما قلنا باللغة العربية نقول هل يشربون الماء هل يشربون هم لاحظ بداية الجملة they كما قلنا i we you they نستخدم do بهذا الحالة نضع do في بداية الجملة هي بمعنى هل اكمل الجملة كما هي يعني اضع do بعدها اكتب او اكتب they drink ايضا water اضع question mark علامة استفهام اذا تصبح do they drink water ماذا فعلت فقط وضعت do وانهيت الجملة ب question mark علامة استفهام وترجمها هل هم يشربون الماء او يشربون ماء فقط اذا وضعت do وترجمها هل وانهيت الجملة بعلامة استفهام لماذا استخدم do استاذ لانه عندنا جمع يعني they جمع او انه عندنا احد الضمار هذه i we you they the second one الجملة الثانية babies drink water يشرب الاطفال او الاطفال الصغار الماء لاحظ babies جاء من الاسم baby منتهي ب y قبل حرف second قلبنا y الى i ضفنا es تصبح babies هذه s الجمع هذه نسميها plural s s الجمع بهذا الحالة لم نضيف اسم مفرد الغائب طيب الفاعل جمع نستخدم do او does نستخدم do كما قلنا do هي بمعنى هل لماذا لانه الفاعل جمع نكتب do babies نكتب الجملة كما هي drink water على ما تستفهم do babies drink water يعني هل يشرب الاولاد الماء خلصنا ونترجم do بهل الجملة الاخيرة he drinks water هو يشرب الماء لاحظ لدينا هذه اسة المفردة الغائب لماذا ضفناها لانه بداية الجملة he ضيفة بزمان present simple مضارع بسيط عند اذن مع he ماذا نستخدم نستخدم does اذا نضع does في بداية الجملة بهذا الشكل نكتب he كما هي لاحظ لكن نحول اله من حرف capital من حرف كبير الى صغير وضعنا does ايضا ادي حرف كبير does وما ننسى نحذف الاس عندما نضيف does خلاص في اس عندنا لا نضع اس مرة ثانية خلاص تحذف اسم فردغاء تحذف من الفعل does he drink water يعني هل يشرب الماء ايضا ترجم does بهل هل يشرب الماء اذا حذفنا الاس لدينا ثلاث خطوات اولا اضع does في بداية الجملة الحالة الثانية احذف الاس من الفعل اس المفرد الغائب والحالة الثالثة نضع علامة استفهام فقط لا غير اذا لتشكيل السؤال بزمن البرزن سيمبل نحتاج شيئين do او does نترجمهم بهل ونعلم مع الجمع نستخدم do مع i we و they ايضا نستخدم do يعني بداية الجملة ايضا اذا كان عندنا هي شيئت او اسم مفرد نستخدم does ونرجم do و does بهل عند منضع does في بداية الجملة نحذف الاس من الفعل وفاقت نستخدم do و does بزمن البرزن سيمبل نريد ان نجيب مثلا عندنا the first sentence اول جملة نريد ان نجيب مثلا سألني do they drink water هل يشربون الماء دائما اضع yes اضع بعدها كما full stop no ايضا كما full stop فقط اقلب اول كلمتين سمعت do اجيب بdo do they اضع yes they do يعني نعم يشربون اذا كان لدينا no ايضا نفس الشيء they do وضع عليها not تصبح no they do not كلا لا يشربون ايضا do babies drink water هل يشرب الاولاد الحليب ايضا سألني ابدو اجيب بdo لكن babies احولها الى الضمير they yes they do لا اقول yes babies do اذا احول اذا كان جمع احول الى they يعني الاسم احوله الى ضمير no they don't كلا لا يشربون لو كان عندنا does ه سألني بdo اجيب ايضا بdo اضع yes اضع no دائما بعد yes كما فاصلة اقلب اول كلمتين لا استطيع ان يسألني بdo اجيب بdo يسألني بdo اجيب بdo الي سألني بي اجيب به نفسه اذا does he تصبح yes he does اذا كان لدينا no no he doesn't بهذا الشكل اذا سألني بdo اجيب بdo فقط قلبت اول كلمتين دائما باللغة الانجليزية اول كلمتين يعني الفاعل الفاعل مساعد اقلبهم واجيب على السؤال تابع معي ناخذ بعض الامثلة الاخرى لحظة هذه التمارين تلخصنا تشكيل السؤال بزمن البرزين سيمبل لاحظة والجملة the first one do does your friend like them لاحظ your friend صديقك يعني واحد مفرد او نقول صديقتك يعني شي دائما اذا كان عندنا he او شي وقت نستخدم does اذا لنا نقول do تصبح does he like them او does she like them يقول شخص لماذا نضع s يا استاذ لنعدنا مفرد لنضع s للفعل لماذا لنعدنا does حتى السؤال تحذف الاس من الفعل اثناء الاجابة سأني بdoes يجبو ان اجيب بdoes does your friend yes he do does سأني بdoes اجيب بdoes تصبح yes he does انتهي يعني نعم يحب سأني بdoes ويجيب بdoes الجملة الثانية does she لاحظ like likes نختار ايما برأيكم لاحظ لدينا s يعني فعل مساعد فعل قوي بعد الفعل مساعد لا نضع s اذا نستخدم like هي الاجابة الصحيحة اذا نقول does she like هل هي تحب اللغة الانجليزية ونترجم does كما قلنا وادو ترجم ب هل اذا نختار الفعل بدون s لماذا لانه does في بداية الجملة اثناء الاجابة no she سأل بdoes وجيب بdoes يعني تصبح she doesn't اذا no she doesn't لا نقول no she don't هذا خطأ سأل بdoes وجيب بdoes اخر جملة do students read books هل يقرأ الطالب الطلاب الكتب او الطلاب الطالب الكتب لاحظ دو تأتي مع الجمع عند اذا نستخدم students طلاب يعني هذه s الجمع اذا s الجمع نسميها plural s plural s نضيفها ل الاسم نحاول من مفرد الى جمع اذا تصبح do students read books لو كان عدنا بداية الجملة does نختار student لان الطالب مفرد يأخذ does سأل نبدو يجب نجيب بdo لاحظ he does هذا خطأ سأل نبدو اجيب بdo yes they do حولنا students الطلاب الى ضمير they وسأل نبدو قلبة اول كلمتين do they تصبح yes they do ماذا هذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا عن كيفية تشكيل سؤال بزمن present simple كما نقول نحتاج الى do و does افعال مساعدة نسميه helping verb افعال مساعدة تساعدنا على تشكيل السؤال والنفي في اللغة الانجليزية في زمن المضارع البسيط كما نحذف الاس من الفعل عند استخدام does ونترجم do does be hell اتمنى اقدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع الاصدقاء ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته